المشاهدين تقرير للزميلة هيسة أبوها يصلت الضوء على مؤتمر الأغذية التراثية وبمشاركة متعددة سواء هنا بالداخل أو من دول مشاركة بالمملكة الأردنية الهاشمية إذن إلى التقرير الذي يصلت الضوء على هذا المؤتمر ونواصل معكم فابقوا معنا المؤتمر اليوم يشكل هذه الصحية طبيعية كويسة بالنسبة للموضوع الغذاء التراثي من الأطباق التراثية الخاصة تحديدا على مستوى الأردن وعلى مستوى الوطن العربي بغطيه من الجانب النظري والمعلومات ونغطيناه من جانب العمل طبعا بالتامن مع المؤتمر المسابقة تراثية تم العمل عليها لمدة شهر ونص وتدريب ستات وسيدات المجتمع حتى تكون قادرات على تنفيذ الطبق التراثي بالإضافة المؤتمر اليوم بضيف شغلة مهمة بالنسبة للغذاء التراثي واللي حنتحدث عن الله حكم في سنوات قادمة إن شاء الله بما يمثل السمارت فود تحديدا بالغذاء الصحي لأنه غذائنا التراثي القديم هو غذاء الصحي فإحنا بنشجع لهذا الموضوع طبعا تم التسجيل من قبل الدول العربية معنا برضو في سفرات عربية مشاركة معنا كسوريا ولبنان وسعودية وليبيا وشاركوا معنا بأطباقهم والحمد لله الأمور مشرفة ويعني بدنا نجتهد مقدما حتى نخلص من موضوع الغذاء التقليدي حتى نرجع لأصولنا لأنه نحن في نهاية الأمر كطوها كبوستشارين كخبيرين تغذية المفروض نهتم بالطبق الأردن التراثي بالفعل مش بس نقول عن منصف نقطة ولكن عديد من الأطباق للأسف تفجأنا أنه في كثير من الناس منجهلوها لكن إحنا بنجارب الإعلام والتوعوي لازم نخبر الناس عنها بالتجربة والأداء والمعلومة المؤتمر العربي جاء بناء على توصية جلالة سيدنا قائد البلاد بخط مشاريع ومسارات جديدة بالسياحة ونحن هنا لنخط مسار جديد بالسياحة الغذائية أولا ثانيا العمل جاهدا على تنمية المدن والأرياف ثالثا التعاون مع سيدات المجتمع المحلي وتنمية المجتمع المحلي بما يتعلق بالأغذية التراثية للمحافظة على الأجيال القادمة حتى يكونوا بصحة جيدة والمحافظة على المروث الغذائي الدفين المليء بالكنوز الغذائية والقيمة الغذائية العالية الآن لم تعد السياحة كما كانت سابقا تعتمد على نواحي تقليدية وإنما الآن السياحة هي سياحة متخصصة في مجالات معينة وقطاعات سياحية معينة كسياحة المغامرة السياحة الدينية سياحة الآثار وأيضا يوجد نوع جديد وحديث وهو سياحة الطعام والشراب سياحة الطعام والشراب الآن يتم تركيز عليها بشكل كبير من كافة المنظمات التي تعنى بشؤون السياحة وأصبح هناك منظمات تختص في هذا الموضوع تحديدا موضوع سياحة الطعام والشراب هي جاءت لإثراء تجربة السائح لأنه الآن السائح لم يعد كما كان سابقا يريد أن يأتي ليشاهد بشكل عام المقصد السياحي أو المناطق الأثرية في المقصد السياحي فقط وإنما يريد إثراء تجربته من خلال اندماجه مع المجتمع بكافة تفاصيله موضوع الأكل التراثي والمأكلات التي تعبر عن حضارة البلد وتراثه هي من أهم الأمور التي تجد في السائح أقام هذا الاتحاد بشراكة مع شركة البوابي اليوم هي سياحة سياحة للغذاء سياحة للعطاء سياحة للنماء لتنمية الريف أجرينا مسابقة للأغذية التراثية لترسيخ ونقل التراث من الجيل الأول لجيل الثاني حتى يستمر أصبح الاهتمام بإبراز الطبق التراثي التقليدي الأردني من أهم عناصر والمزايا النسبية والتنافسية التي تمتع فيها المنتج السياحي الأردني فالسائح والزائر الذي يأتي لمقاصد سياحية نعزز تجربته بتناول الأطباق الأردنية الغنية في قيمتها الصحية والتراثية